بيت سبس الفم اتزيد في القيمة شنو اقرب موقع على قلبك وليتي عشت منه الاربع سنين ذوما وقت اللي كنت في المسئولية وقت اللي كنت ملاحظ ممكن هكذا من خارج وقت اللي كنت مترشح نهر اللي من ناحية الاحساس اكبر واعظم واصعب يوم هو يوم اغتيال شكرا بلايد هذا كيوم من نساوي الشي واليوم اذا كان احنا هنا اليوم الاغتيال بتاعه والدم تاعه هو اليوم وصعنا الى هذا بيزن مش نساوي هذا انا حاجة ممكن معلومة مش مهمة سافوشكي سافوكي ما اقوله انا هول مرة اقول هالك نوعا ما مش تغربت من اول لحظات من اول العباد اللي ريتهم في مقر وقتها الجبهة الشعبية ريت سيد مصطفى كمان نابلي وقتها وسألتك ده قدك ممكن نايف تيد قدك اشتعملوني قبل ما نشوف حتى وجوه سياسية معروفة وعباد لانه تحسين معنى الاحساس اللي شعرناه اليوم هذاك ما فيماش معنى ما يتعاودش شخصيا بالنسبة لينا ما يتعاودش يعني تلقاي متقاش تخامم لانه هذاك يورينا ان الخطر يزمنا نوقف الخطر اللي دخلنا فيه متاع دخول تونس الى العنف السياسي بصفة ومنهجة ومتواصلة هذاك هو الخطر ووقوف تونسة يومها ضد هذاك هو اللي منعنا لانه لو كان تونسة قبله تصرف هذاك الشنيع امتاع الاختيال امتاع القتل امتاع الدم لو كان ماوقفوش مئات الالاف اللي خرجت يوم الجنازة بتاع الشهيد شكرا بالعيد ربما مناش النوج مش يكونوا في اليوم اللي فيه احنا اليوم لكن الحمد لله الشعب التونسي يقف في يومها وقف ايام اخرى وبعد ذلك اغتيال شهيد محمد الابراهامي كذلك من جديد هكا الوقفات هذيك وقوة المجتمع المدني في تونس والشعب التونسي في كل مكان في كل جمهورية هو اللي خلانا نوصل الى هذا اليوم هذا ماذا مش نسوه هذا هو الدرس الكبير اللي يبقى تائما في اذهاننا وفي قلوبنا